من أغرب الكطارات في العالم كطار إزاحة الجليد وده نوعين النوع الأول هتلاقي المقدمة بتاعته عاملة زي مقدمة السفينة وده علشان يزيح الجليد من على السكة الحديد في المناطق القطبية والنوع التاني الجرار بتاعه فيه من قدام مروحة كبيرة والمروحة دي وظيفتها بتزيح الجليد من على السكة الحديد وترميه على جنب السكة كطار يوم القيامة وده بتسمعه عنه كتير الأيام دي وهو يعتبر سلاح من أسلحة الضمار الشامل مش مجرد كطار عادي تقدر تشير رؤوس نووية والقطار ده عليه منصة إطلاق تقدر تطلق السواريخ النووية على أي مكان في العالم وعلى طول بيفضل ماشي على السكة الحديد علشان الأقمار الصناعية ما تقدرش تحدد مكانه ده غير انه بيبقى سهل إخفاءه وسط الأنفاء أما القطار الغريب ده اسمه SVL وده مش بيتحرك بالكهرباء أو بالديزل ده بيتحرك بالمحركات النفاثة زي اللي موجودة في الطائرة بالزبط وتم إنتاجه في الاتحاد السوفيتي سنة 1970 لكن بعد خمس سنين من التجارب فشل القطار ده لأنه بيستهلك وقود بكميات كبيرة جدا وغير عملي وهو دلوقتي مركوم في السكة الحديد الروسية لحد ما صدى وبقى خردة